ازايكم يا اجمل متابعين في الدنيا وحشتوني جدا من القصة اللي ثاتت جاية النهاردة وجايبالكم قصة جميلة جدا واسقة ومتأكدة انها هتعجبكم بقلم الكاتبة المبدع خلود مصطفى لكن قبل ما احكي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد بنقدموا في بيت عمران مهران قاعدة حورية وهي حزينة قوي وكانت معاها اختها حنان وساعتها حنان قالت وبعد هالك يا خيتي جوزك ميت اديل اكتر من خمس شهور هتفضلك دهل حد ميتة الله يرحمك يا عمران ما كانش فيه منك واصل ريدانا سوي ايه يا حنان الغالي راح واللي كان كان لا انا ريدك تفوق لحالك عشان خطر ولادك اللي جوا دول بيتك وولدك محتاجينك وانتي من يوم المرحومة الله يرحمه وغرجانا في المشاكل مع اخواته واني ما خبراش ليه ما هتجليش الحجيجة موضوع الارض انا مش مقتنعة به واصل ما تشغليش بالك يا خيتي ما شكله نعرف حلها خليك انت في حالك وشغلك وجريب نفرحه بيك انت وحمدان عن جريب مش قبل سنة يا حرية الغالي ما كانش غالي عنديك انت الحالك كان غالي عندنا كمان ولا انت ما خبراش اللي عمله وياي اول لما مامك الله يرحمها جبلت وجهي كريم ساعتها حرية سرحت في اللي حصل من سنتين وده لما امها توفت كانت قادة اختها في العزاو بتعايت اوه بتقول يا حبيبتي ياما يا تهتي من بعدك يا ترى هروح فين ساعتها قرب عمران من حنان وطبطب عليها وقال وعاك اسمع منك الحديد ده مرة تانية يا حنان انت اختي واني ما هملكش واصل هنيه لحالك انت هتجعودي ويانا وهتنواري دارنا وهخصصلك قدر حالك احسن قدر في الدار كلها ربنا يخليك ليه يا عمران والله انت زنت الرجال انا ما خبراش من غيرك كنا هنسوي ايه انا كنت حملة هم خيتي بجا معجولة يا حرية هي دي محتاجة حديث يا بيت الناس دين ما شلتهاش الارض اشيلها فوق راسي من فوق كانت حرية دموعة نازلة جامد قوي وقالت الله يرحمك يا عمران الله يرحمك يا حبة الجلب ما كانش فيه منك واصل الله يلعنه المرض العفش جطف ظهر الشباب وبدر حبة الجلب احميدي ربنا يا حرية انه كان عملك دار لحالك مش كيف الدار اللي كنت فيها اول ما تجوزتي انت ما خبراش شفت فيها ايه هو خلي ليلى واللي عملته فيك الحاله وهي ليلى بس اللي عملت فيها امال لو عرفت اللي بيحصل لخايتك هتقولي ايه يا حنان بس انا ما هشايل كش الهم وواصل يا خايت مالك يا حرية سرحت في ايه لا ما سرحتش في حاجة واصل المهم انا همالك دلوك وروح ارض الخضرة اجيب شوية خص وجرجير عشان يتحطوا جنب الوكل وخرجت فعلا حرية وراحت الارض بتاعتهم واللي كانت عبارة عن ارض صغيرة نص اراض في وسط المحاصيل الزراعية واول لما وصلت فضلت ناقف الخضرة والجرجير وقتها تفاجئت باللي جاي وراها وبيقول بنظر خبيثة كيفك يا حرية كيف يا حرية الجلب والعجل كلاته خبره يا عمار هتفضل ورايا في كل مكانك ده حتى في الغط يا عمار خبره يا حرية ما انت خابرة زين عاوز ايه ولا انت باجه هتحب ان اقول هالك عموما ما فيش مشكلة اقول هالك اني رايدك اني اولى واحد بيكي اني قلتلك اكتر من مرة اني مريداش اتجاوز بعد عمران واصل لكن انت هتحب تسمع الحديد كتير عموما يا عمار الموضوع بالنسبة لي مكفول وسكتي سد بس اني ما يصحش تقولي للحديد ده انت خابرة زين ان انا خجوزك الله يرحمه واني اللي لازم اتجاوزك دي اصول السعيد كلتها مش جنر حلها اني رايدة ربي ولادي ما رايدش اتجاوز وبعدين انت متجاوز اتجاوزك كيف اخذك من على مرتك وولادك وانت خبر ليلى كيف دي تكلني بسنانها لو كانت المشكلة ليلى اني رايدة اقول لك انها ما تعتبرش مشكلة واصل اما بجا لو في راسك شيء تاني ياريد تخبريني بي ولا تاني ولا تالت اني كل اللي رايدة انك تهملني الحالي وتشيل من راسك موضوع الجواز ده اني ما هفكرش فيه واصل كيف يعني وحدك في البدر كيفك وما رايدش تتجاوز ولا انت بجا في راسك حد تاني اسمعني زني يا عمار ويريد تفهم حديتي لاني اول مرة هجلهولك وهيبدأ اخر مرة افتكرك ده انا طلعت من بيت العيلة ليه لانك كنت دايما بدي يجني واني كنت هطنيشك لحد ما حبستني عند بيري السلم وكنت ناوي تتهجم علي مش كده ولا نسيت هحبك يا حرية وما هشوفش غيرك واصل مع اني ليلة جميلة جوي لكن جلبي مدجش غير وياكي اسمعي لما قلك وافجعت جواز ووعدك انك ما هتندميش واصل انت ما هتحبنيش يا عمار انت هتشتهني وخلاص وكل اللي هتعمله ده عشان مش طيلني لكن اول ما اطلني الموضوع هيختلف هبقى كيفك في ليلة ما هي العينة اللي انت منيها كلها نفس الحال طالما اخد غرضه من الوحدة يرميها على طول دراعه لا انت شيء تاني واصل واني كيف ما قلتلك هحبك واني اولى واحد بيكي ولا انت بجا ما خبراش اني استنظرت كتير لحد ما نول مراضي ولو ما طلتوش بالزوج هطلو بالشيء التاني وما فيش حد هيقدر يجف جسادي انت نوي تعمل ايه بالزبط يا عمار قولي نوي تاخد شيء مني انا مريدهوش يحصل هتاخدني غزب يا ولد مهران مش اللي جيه في راسك يا حرية لكن لو فضلتك ديه كتير اني هضطر اجمع العيلة كلها وقل له مناني اولى بمرة اخوي وما يصحش ههملها لحالها وهي في السن ده انت تجريبا عنديك 30 سنة ولا 31 مش هتفرق كتير انا محدش يقدر يخصبني على شيء واصل ولا انت مخبرش انا هجول له مش بكيفك كيف ما قلتلك دي عادات وتجاليد هتخلي فيها كيف احنا هنيه في الصعيد مش في البندر المرة عندنا لازم انت بجفحي مراجل لو مات تتجوز غيره ولو اطلقت لازم بعد عيدتها تكون متجوزة غيره ولا انت مخبراش ان دي العادات بلاش يا عمار بزيادك اللي انت نوي تعمله ده كيف يعني تقبل على حالك انك تتجوز واحدة ما ريدش انها تكون وياك اعمل معروف هملنا رب ولادي هو بعدين خيتي وياي وما تهملنيش واصل واني هفضل وياها ويا العيال ده على اساس انها مخطوبة لواحد غريب انت ناسيا انها مخطوبة لحمدنة خشرين خطيبة عامر اخوي اعجالي وعرفي انت بتقولي ايه والمين فوتك بعافية لكن رجع حديتي زين عدتك خلصت واني ما هسبكش لحالك واصل مش يا عمار من الارض وساعتها حرية قعدت وهي حزينة قوي ومش عارفة تعمل ايه وفي بيت فتحي مهران كان عامر مع الصناعية اللي بيوضبوا الشقة وساعتها طلعت ليلة عليهم بالشاي وقتها عامر خرجها برا الشقة وقال بحدة خبره يا ليلة اعني مش قلتلك بلاش تطلعي والصناعية شغالة اعني ما هتحملش مخلوق يبص الحرمة الدار وديه جزاتي اني جايبه لك الشاي عموما خلاص اعني ما هتطلعش هناه واصل لكن انت عرفت اللي حصل واللي خوك نوي عامله خير يا ليلة جوزك نوي على ايه في حد وقيله هو اتحدث من شوية مع حرية وطلب يدها للجواز يرديك الحديد ده لا ما يردنيش لكن انت مين اكدلك ان الحديد ده حصل مش مهم من اللي جلي ومن اللي اكدلي لكن الحديد حصل اعني خوك رمالي كم كلمة ده من فترة لكن ما كنتش متوقع انه هينفذ اللي جلي عليه بس انا ريد اعرف انت نوي تعمل ايه طيب يا ليلة طيب يا مرتخوي روحي انت دلوك وانا اتحدث وياه هو اتأكد مني اذا كان الموضوع بجد ولا حديد وخلاص اسمعني زني يا عامر انا ما هجبلش واصل اني جوز يتجوز اللي اسمعها حرية دي اعني اجمل منيها وحلة منيها هواني في حد وجمالي في البر كلاته مشان اللي تساب يا عامر سمعتني مشاني مفهوم يا ليلة انا هتحدث ويا عمران واشوف اذا كان الحديد ده صحه ولا مش تمام مشيت ليلة ونزلت على شقتها وساعتها عامر فضل يقول بلسان حاله وبعدها لك يا حرية كل اللي يوعالك يوجع فيكك في المصحور انا ما خبرش فيك ازياد عن الحريم بس على جوزتي ان عمر ياخدك مش كفايا عمران واخر اليوم كان قاد عامر قدام البيت دخل عمران وقال السلام عليكم يا عامر جاعدك ده ليه في حاجة اجعد يا عمار رايد اتحدث وياك انا جاعد هنيه مستنيك الكلام اللي رايدك فيه ما ينفعش يتجلغر بناتنا والحلنا في ايه يا عمار جالكتيني انت عايز تقول ايه وتتحدث في ايه هو في حاجة حصلت طام مني يا ولد ابوي من 12 سنة وقت لما اتجوز عمران اخوك حرية واللي كانت وقتها عندها حوالي 18 سنة وانت عينك منيها يا عمار وانا كنت عارف وساكت لكن لما اخوك يموت وانت تجري وراء ارمالته هي بجلاه والفلاه ما هسمحلكش بديه واصل خصوصي يعني انها مش هتتجوزك وانت متجوز عمار بتتسامة خبيسة في غنية والزمن كانوا هيقولوها بتقول عيني على الحب ومطلش مش كده بردك ولا هي كانت بتاعت مين والله تسمح ولا ما تسمحش اني ما هيخيلش علي الحديدة واصل اني خابر زين انك رايد حرية يا عامر ومستعد تعمل اي شيء عشان تبجليك مش كده بردك كيف اللي بتقولو ده اني راجل محترم مخاطب كيف يعني فكر في واحدة غير خاطبتي ولا انت فكرني كيفك بل بدف الدورة للحريم اني مفيش بيني وبنتها اي شيء واصل اخرت حدد شوية مع هنة وعلاق علشان اطمن عليهم لكن مليش صالح خالص بارمالة اخوي اني مش كيفك اهدى يا اخوي اهدى انا ما قلتش انك ليك علاقة بيها لا سمح الله لكن عجول انك طول عمرك هتتمنيها اني سمعت اللي ضار بينك وبين امك الله يرحمها في الليلة اللي المفروض خطبت فيها عمران لحرية بزيادك حديثك ده بطل اسلوبك ده في الحديث اني ما هجبلش به واصل وبطل شغل تلميعي لقر ومش كل ما تشوف باب مفتوح تتدب في عجلك وتحط ودنك عليه من الاخر كده يا رجل يا خاطب يا محترم اني نويت ان نتجدم لحرية رسمي وهجمع كبرات العيلة واجولهم اني رايد ان ارملت اخويت بجمرتي وما حدش هيقدر يقول لتلت التلاتة كام ده عرف احنا ما حدناش مرة تفضل كده من غير راجل حيس كده باجة اني اولى بمرة اخوي ولا ايه جزكية ولدابوي انت هتجفلي فيها اني ما هملكش تاخد حرية غصبة يا عمار خصوصا اني خبر زين انها خرجت متدار دي بسببك عاد وبسبب طريقتك ولا انت ما خبرش اني عارف كل شيء وعارف مديجتك ليها وعارف كنت بتعمل وياها ايه واللي مجننك بالطريقة دي انها ما هتعبركش تجلانة عليك لكن لما نجمع كبرات العيلة ونقول لهم ان انا رايدها وانت رايدها خبرت زينهم ما هيحكموا بايه بس انت خطب وهتتجوز انت اصلا كنت المفروض تتجوز من قبل خيك ما يموت لكن انت كنت بتأجل وبتأجل ولساتني هأجل لحد ما خوية ام السنة كيف حمدان وحنان بعد عن حرية وهملها لحالها ولو ما بعدتش يا ولدابوي هتعمل ايه يبقى خلاص انت اللي اخترت وانت اللي حكمت هطلبها لية بجمرتي واظن يعني وقتها هيقولوا لخلي افضل بكتير ماني مش هظلم شيرين وياي وهقول لها انها تجوز مرة اخوي وهي ما هتجبلش عليها الحديث العافش ده وهتقول انها ما رايداش تكمل الكرة في ملعبي يا عمار وما تخلينيش ادخل جون فيك تمام يا ولدابوي بس تفتكر اللي جاب لنا جالوها زمان اللي يجرب من نار يتحرج طلع عمار على بيته وساعتها عمار فضل سرحان ورجع بذكرته لأكتر من 12 سنة فلاش باك اما ام عامر كانت راجعة هي وعمران اخوه كانت عملت ظغرة انهم قروا فتحت حرية وكان ساعتها عامر فقطه وحزين قوي دخلت علي امه ولما شفيته كده قالت له بصدمة بك ايه يا ولدي جاعت حزينك ده ليه ليه ما قلت ليش يما انك رايدة حرية لعمران ليه ما قلت ليش ان العروسة هي حرية كنت رايدة سويها لخيك مفاجأة هو كان طلبها مني اديله كتير ولما قدرت اجمع فلوس جريت الفتحة رحت وطلبت هالو لكن انت بيك ايه هي المفاجأة مش لد عليك ولا ايه حكايتك دي مش مفاجأة يا امه دي صدمة انا احب حرية اديلي كتير لكن كنت مستنى على ما خلص الجيش واجولك علشان تطلب هالي وما كنتش خبر ان اخوي عمران رايدها واصل ايه اللي هتقوله ده يا عامر ايه اللي هتقوله ده يا ولدي معجولة يا دي النايبة يا ولاد ما لجيتش اللي حرية وتحبها ايه اللي بينك وبنات هنطج ما تفهميش غلط يما انا مفيش بيني وبين حرية اي شيء واصل انا كنت احبها لكن هي ما تعرفش حاجة بس خلاص انا يستحيل اقبل بالوضع ده هي باجت من اهنه وطلع محرمة علي دي مرة اخوي عين العجل يا ولدي ربنا ما ريتش انها تبقى ليك قولي الحمد لله وليك علي انها جوزك احلى منيها انا ما هبصش للشكل يما حرية زينة لكن مش احلى البنتة انا كنت هحب روحها كنت هحب طرجتها في الحديد لكن خلاص انا ما ريتش انك تفتحي وياي موضوع الجواز ده معيزوش يما خلاص يا ولدي لكن هتفضل لحد ميتك ده انت عنديك دلوق 23 سنة هتستنى ايه تاني ما تشغلش بلك يما وجل لعمران الف مبروك ولو سألك مخرجتش ليه جولي له ان نمت بدري وفعلا خرجت سميرة وبلغت عمران ان اخو تعبان مش هيقدر يخرج يبركله وفضل فعلا عامر تعبان من الموضوع ده حبيبته والبني ادمى اللي اتمنها من الدنيا راحت والاقرب الناس ليه ساعتها غصب عنه نزلت من عيونه دمعة كانت بتعبر عن الحسرة والقلم فاق عامر من ذكرياته دي وكانت نفس الدمعة موجودة على خده مساحها بسرعة علشان ما حدش ياخد باله وساعتها قال وبعدها لك يا حرية مش بقول انت كيف اللعنة اللي هتصيب صاحبها وما هتهملهوش واصل اني كنت ابتدتها تجابل شريم لكن بعد موت اخوي وحست ان الامل تجدد ولما عرفت انك رفض الجواز بعيت لكن لو عمار عمل اللي فراسه اني ما هسكتش واصل ولا هملك تروحي لمخلوق غيري وعند عمار كان قاعد في شاقته صرحان قوي قربت منه ليلة وقالت له باستغراب وعيالك مساهم يا عمار في ايه مالك ايه اللي بيك يا رجلي بيا كتير يا ليلة بيا كتير طب ما تحكيلي يمكن يكون الحل عندي رايدة تجاوز يا ليلة اتخبلت اياك يا ولد مهران جلعت برجع الحية وبتقول هلك ده في وشي طب اختيشي وخلينا حس ان عينك مكسورة وانت هتطلو الطلب كيف ده اسمعين يا ليلة حرية وفت العدة ودلوك لازما يبقى لها راجل واظن يعني اني ما هاملش لحم أخوي لغيري بالطريقة دي جولك ده ما هو ده اللي انت نوع عليها قديلة كتير واني اللي كنت هكذب حالي لكن اديك هجل تهالي وانت تتجوزها ليه اخوك الخلي هو اللي اولى بيها لكن انت مش خالي وحدك عيالين محمد واحمد تقدر تقولي هتعمل ده كيف ثم ان قصة حرية دي انتهت من كتير ايه اللي فتحها تاني انتهت كيف يا مرة يا مخبول انت هو علشان عمران اخد حجه من ابوي واخد در لحاله يبقى خلاص اللي بنتنا خلص عاد ده لحمة ودمة وعيال ريدة تتربى وهي اشتكتلك باجا ان شاء الله ولا تكون بتتحدث وياها وانا معرفش يا ريت ما كنت اجيت وقلتلك الحديد ده انا ما اتحددش وياها واصل هي جافلة باب جلبها وجالتلي انها مش ريدة تتجاوز بعد موت اخوي لكن انا ما هينفعش اسيب الامور تمشي بالطريقة دي مش عشانها ولا عشان ريدها انت احلى منيها بكتير لكن علشان ولاد اخوي ما يتربوش من غير اب حنين يا عمار حنين جوي مع اننا ما هنشوفش الحنية دي واصل اسمع لما اقول لك باجا اللي فتوى اللي حصل من نيكتو للتمنتشر سنة اللي اتجاوزنا فيهم كوم وقصة انك تتجاوز عليكم تاني واصل ولا تكونش فكرني مش خبرة اللي هتعمله يا ولد مهران يا رجل دا انت افضحتك مسمعة مع كل نسوين البلد مفيش واحدة ما حاولتش وياها اكفي لي خشمك يا حرمة انا ما اخدش رأيك انا بخبرك وبس طب انا عندي حلة احلى اسمعوا مني ايه رأيك لو اخوك يتجاوزها واكتب لك النص سجرات اللي ورسته من ابوه يبيعه وشرق هتشريني يا ليلة وهتحطي تحت رجليا نص سجرات بحاله عايزان اضحي بمرة اخوي وولاده عشان نص سجرات ما يجيش تلاتين الف جنيه اسمعي لما جولك انا حطت الموضوع في راسي وعن جريب هكون كتب كتابي على مرة اخوي والله هو بجفتكر بالمرة انك تجاوز اخوك على اجل السكة تخلالك ساعتها عمار بص الليلة جامد كأنها يعني ديت له ضوء الاخضر وساعتها فكر في اخبص فكرة ممكن تيجي على دماغ بشر هو قرر انه لازم تاني يوم انه هو يبتدي في تنفذها وفي قوضة نوم حنان كانت قادة وتتكلم مع حمدان في التليفون واللي كان بيقولها بزهق انا زيكت والله الشجة جالزة وكل حاجة تمام على وجودك يا عروسة الله يرحمك يا عمران موتت وكان الفرحة ماتت في البلد كلتها معلش يا حمدان ربنا ريد يحصلك ده هنعمل ايه مفيش في يدنا شيء واصل هو اللي علينا على خيتك وعامر ما خبرش يا حنان انا ممرتحش العامر واصل كيف ده يا حمدان عامر رجل ومحترم كيف عمران هم اللي اتنين كوم واللي اسميها عمركم تاني تحسوا كيف الكوليسترول على الجلب يا ساتر ما هجبلهوش واصل انا خابره هو طايق حلو كيف انا خابر كل اللي هتجلي لكن شيرين خيتي من يوم ما تخطبت لعامر واني حاسسها انها زعلانة ومهمومة طول الوقت مع انه زين وكل ما تحدث وياها اقول لها هو مزعالك مريداش تكملي تقول لي له هو زين لكني ما حاسسهاش فرحانة يا حنان واصل غريبا اللي هتجوله ده بس عامر بني ادم ناضج وعنده 35 سنة تجريبا وخييتك برده صغير عليه 22 سنة يعني الفرج 13 سنة اكيد لسه متفهموش زين لكن انا متوكدة لما يتجوزوا ويتجفل عليهم باب واحد اكيد الجصة هتتغير واصل ياريت يا حنان ياريت لكنان ريد اطلب منيك طلب صغير وياريت ما يكونش فيها قساءة قدب مني اطلب يا حمدان اطلب بصراحة يا حنان انا احب الجوي ونفسي باجت بجف حدني ووياي نفسي اضمك لصدر يا حنان نفسي احس بدجات جلبك نفسي ما هاملتش واصل لكن لولا اللي حصل انا كنت عملتها وتجوزت على طول بزيادك حديثك ده يا حمدان انت خابر زيني اني هستحي منيه كيف وقلتلك اني ما احبش اسمع منك الكلام ده واصل مجادرش يا حبة الجلب مجادرش انا بفكر يا حنان نكتبه كتابنا من غير اي مظاهر للفرح انا خابر زيني ان خيتك مجروحة لكن انا ما جادرش نفسي اجعد وياك على راحتي وبعدين من يوم موت عمران واني ما بجيتش عرف اجلكم لحالي لازم ان يكون وياي امي او يكون موجودة عامر لكن لو مكتوب كتابنا مش هستحي ادخل عنديكم حتى لو جعدنا الحلنا وانتي في المنظرة اللي تحت البيت ما هيكونش فيها اي مشاكل نكتبه الكتاب بس ممكن حرية تزعل لو قلتلها حاجة كيف دي ما هتزعلش واصل اتحدتي وياها وجللها ان احنا هنكتبه الكتاب على سكيتي واصلا احنا جدامنا حوالي 6 شهور ونتجوز يكون مرة على موت عمران اللي هيرحمه سنة حاضر يا حمدان حاضر هتحدث وياها لكن انت تجي بكرة وتبقى موجود وقتها وكمان يكون عامر وياك وتاني يوم فعلا راح يمدان عند عامر وطلب منه ان هو يجي معا علشان يزور حنان وبالمرة يتكلم مع حرية في موضوع كتب الكتاب وان هو يبقى على السكت خالص وطبعا عامر في المشاور اللي زي دي لو رأي حاجة بيسيبها وبيروح مع حمدان على طول وفعلا قعدوا كلهم مع حرية واللي ساعتها قالت ملكم يا جماعة هتتحدثوا في الموضوع بخجل كبير كده ليه دي خيتي وانا افرح لها وما له يا حمدان افرحوا يا حبيبي واكتبوا الكتاب وانت كمان يا عامر لو رأيت تعمل كده مع شرين نعمل لا يا حرية انا مريدش اكتب كتابي دلوقت طيب يا عامر بعد اذنك هجعد جدامكم انو حنان عشان اتفج وياها على حبة حاجاتك ده واخد حمدان حنان وقعدوا في الصلاة التانية هو السلطين كانوا مفتوحين على بعض عامر وحرية قاعدين مع بعض وحنان وحمدان قاعدين بعيد عنهم شوية ولما الدنيا سكت خالص عامر قال بشوق بيحاول يدريه كيفك يا حرية اخبارك ايه اخر مرة وقتلك لما كنت هنا كنت حزينة ليه حزينة وشيلة الهم انا محبش افرد نفس عليك لكن احب اعرف بك ايه بيا كتير يا عامر بيا كتير لكن مش كل شيء تجال يا خوي انا مش خيك يا حرية انا بجأ خلكان جوزك هتتحدث تجده ليه يا عامر لا يا حرية مفيش اواصل ما تخديش في بالك لكن انا رايدة عرف انت متضيقة من ايه انا هقول لك عشان انا تعبت من كتر ما انا بداري خيك ما هيهملنيش واصل ودائما يقول ان رايدة تجاوزني واخر مرة هددني اني لو ما وفقتش هيلمي كبرات البلد والعيلة كلتها وهم هيحكموا وهم هيحكموا وقتها بجوازي مني هو جلك كده طب اعتبر انك ما سمعتش حاجة واصل واني ما هسكتش ولا ههملك يا حرية لكن انا رايدة اسألك سؤال ورايدة عرف اجابته جول يا عامر جول انت رفض عمر لحاله ولا المبدأ كلاته مرفوض اصل لو عمر لحاله يبجى عندك حاج لكن لو المبدأ كلاته فما حدش هيهملك لحالك مفيش حدانة ست تفضل ارمالك ده انت خابرة خابرة حديتك زين يا عامر لكن ما جلت ليش سؤال ايه ها ايه يا عامر بجولك ما جلت ليش سؤالك يعني اني ممكن احل الجصة دي ونتجاوز انا وانتي جلت ايه يا حرية ساعتها حرية صدمت من كلام عامر ومعرفتش ترد عليه خالص هي اصلا بتشوف عمرا فيه لكن عمرها ما فكرت فيه بالشكل ده معرفتش ترد عليه وتقوله ايه وقطع الكلام هنا اللي دخلت بطريقتها الجميلة وترمت في حضن عمها وقارت بحب اتوحشت الجوي يا عمي عادي غيب علينا كتير ليه اعذريني يا هنه ما شغلي كتير يا حبيبتي لكن اوعدك اني ما هغيبش عنيك واصل انا هشوف ابويا فيك يا عمي هو كان يشبهك كتير في كل شيء الله يرحمك يا بوي اتحرمت منك بدري كان نفسي ما يهملناش واصل وقتها عامر اخدها في حضنه قوي وعنيها ما تشلتش منها لحرية وساعتها قالت بأحراج عنيها روح عامل عصير لينا وجاية طوالي واليوم ده اتصل عمرا لحمدان كتير وكان عاوز يقابله لكن حمدان اتظر علشان هو كان قاد مع حنان واتفقوا على معاد تاني وكان بعدها بيومين وساعتها راح له حمدان على القهوة هو اتفاجئ بيبي يقول له اسمعني زين يا حمدان عامر وشرين لازم ان يتجاوزوا وجرأي يبقى وعلى أجل يكتبوا كتابهم كيف يعني انت خبر زين ان عامر رفض الجصة دي علشان عمران اسمعني زين بجا يا حمدان هو من الآخر جوازك من حنان متوقف على جوازة عامر من شيرين لو الجوازة تتمت يبقى الجوازة دي هتم اسمع يا عمار انا ما خبرش انت هتتحدث عن ايه وما ريتش عارف اي شيء واصل لكن اسمعني زين لما اتصلت بيا وقلتلك اني مشغول اليومين دول كنت بكتب كتابي مش تباركلي يا ولد عمي وكيف تعملك ده من غير ما ترجع لي عاد وعملتها كيف وانا ما عرفش هاخد الازن منيك يا عمار انا ما اخدش الازن من مخلوق واصل واسمعني بجا لو هتتحدث وياي هي بجابة لها الفراعنة دي لاني ما هكبلش بيها وكشف لي ورجك لان وقتها لما يتكشف الورج الحديث هيبقى واضح وما هيبقاش على المتغطي تمام يا حمدان وفرت علي كتير بصراحة اني قررت اتجوز حرية مرض اخوي اني اولى واحد بيها وللأسف عمر مش موافق وبيقول انه هو الاحاج واني رايدها لي عشان اجده كنت رايدك تكتب الكتاب لان وقتها شيرين هيبقالها سلطة قوية تمنع اجده والسلطة الجوية دي ما جدرتش ليلة عليها ليه ومنعت حاجة كفدي اني مفيش مرة تمشي كلامها علي يا حمدان فاهمني زين لكن انا هعديها لك المراتي اسمعني زين لازما لما نقعد في الجادة الكبيرة يكون عمر كتب كتابه فاهمني يا حمدان واني ما هجلش العمر اتجوز خيتي بالعافية خيتي مش بايرة خيتي زين تلرجالة يتمنوها وانت خبر زين اما بجح سبت عيدكم فاني مليش دخلي بيها لاني ولا خيتي بالاذن يا عمار قال بحدة ماشي يا وكل ناسك واني اللي قلت انك هتحلها خلاص مفيش غير حل واحد ولازما يتنفذ وهي مش هتش غريك ده ويانا يا انت يا حرية لازما تكوني ليه وليه الحالي مشان اللي يحصل فيك ده يطرى عمار ناوي على ايه ويطرى حرية ايه اللي حصل لها لما عمار كلمها في موضوع الارتباط ويطرى هياخد موقف في موضوع شيرين اخته كل ده واكتر هنعرفوا الحلقة الجاية دمتم في امان اللي اشتركوا في القناة